اشتركوا في القناة المجلس الموقع لذلك نعتبر أنفسنا ربحنا جميعا رهان الحوار الاجتماعي في شموليته وأهدافه الاجتماعية النبيلة والتي أدت في نهاية المطاف إلى تحسين الوضعية السوسيو اقتصادية لفئات عريضة من المواطنات والمواطنين الذين اعتزوا بدورهم رياد في بناء مسلسل الدولة الاجتماعية حيث كنا في المعيد وتحلنا بالمسؤولية السياسية الكافية وتحملنا التكلفة المالية لتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي والذي بالمناسبة كلف ميزانية الدولة ما يعادل 75 مليار دهم في أفق 2026 وهو مبلغ يفوق ما تم تخصيصه للخوار الاجتماعي على امتداد كلتة الولايات الحكومية السابقة وبذلك تكون هذه الحكومة هي أول حكومة في التاريخ السياسي للمملكة المغربية للتوصلات مع المركزيات النقالية وأرباب المقاولات إلى اتفاقين تاريخيين خلال نصف ولايتها الحكومية فقط وهي وهي إشارة قوية تبرز التوجه الديمقراطي الاجتماعي لاتخذناه منهجاً ومقاربة تشاركية في تعاطينا مع الملفات الاجتماعية الاقتصادية للمغاربة عموماً والانفئات الهشة والمتوسطة على وجه الخصوص